قال مصدر من داخل الإطار التنسيقي إن تغيير المحافظين المتلكئين ينسجم مع الخطوات السابقة التي قام بها السوداني وهناك دعم شعبي لهذه الخطوة المصدر أشار إلى أن السوداني أطلق في نهاية نوفمبر الماضي لجنة لتقييم أداء المحافظين وحذرهم من تغييرات تطال من تثبت عليه تهمة الخلال في الأداء الإداري أو الفساد وهذا يعني في جميع الأحوال أن الخطوة لم تأتي بشكل مفاجأ فهي مستوفية للشروط القانونية باعتبار أنه لا وجود لمجالس المحافظات وبهذه الحالة يحق لرئيس الوزراء اتخاذ مثل هذه الخطوة دستوريا وأضاف أن المحافظين المزمعي استبدالهم ليسوا من السنة ولا من التيار الصدري فالسوداني لا يريد أن يستفزهم ويريد أن يثبت بأنه لا ينصاع لأوامر جهة سياسية معينة في هذا الملف فهو شكرا